نقولوا معتها مبروك لنبي جمالك على المستوى وعلى الأداء تلتل تلسعين دقيقة معتها كان بصراحة معتها فريق كبير وفريق قوي فريق عنده سولات وجولاته في أفريقيا المفروض أننا نشوفه لنبي جمالك ورجع الأجوام التي نتعود عليها ترجلها لتونسي بعد خروج الكم الهائي من النائبين الأساسيين والذاتين في الترجل معتها تغير معتها النجمة قوله تغير قريق كامل اليوم معتها ثم فريق ثاني اليوم موجود معتها كثير من العيدين معتها من الجزائر وثم انتجام ثم مفماشي من انتجام معتها كمجموعات ككل اللاعب هذا معتها لازمهم وقت وإن شاءنا بعد نشوفه مباراة العودة معتها يكون ترجل جاهز معتها للمباراة العودة يشلع من تصروج الكمين سفر وموش موش صعيب على ترجل جديد طيب كابتن خالد واحدة واحدة كده مع بعض انت حضرتك يعني واحد من اللاعبة الكبار النهاردة يمكن بعد الهدف التاني وكان فيه احتجاج وكان فيه تعنيف للحكم من قبل اللاعبين معين الشعباني نزل جري بعد المباراة ورح توجه للحكم كل دي ضغوط الترجي احنا في مصر عارفين ان الترجي يعني الحاجات دي بيحاول يعمل عشان يبقى فيه شحن جماهيري شحن للتحكيم شحن للإعلام بتمنى زي ما المقابلة كانت في مصر من المسؤولين في نادي الزمالك خدوا المسؤولين في نادي الترجي وكانوا يعني كان كل ترحب من قبل نادي الزمالك للمسؤولين في الترجي جماهيري النهاردة دخلت بجواز الصفر اي عدد كان موجود دخل يعني شفنا حتى لعبة نادي الزمالك كانوا خارج الاحتكاكات اللي موجودة ما بين لعبي الترجي والحكم النهاردة يعني بتمنى ان المقابلة اللي جاية يكون فيها هدوء وفيها نفس الاستقبال اللي تم من قبل مسؤولي الزمالك للترجي بقى نفس المعاملة بالمثل وانه مباراة تخرج فيها روح رياضية وحتى لو الترجي فاز نقول له مبروك وهي دي كرة القدم الله يعني شفت معتها شفت المباراة معتها شفت معتها الأجوع معتها كان طيبة كان سمى راحة رياضية كبيرة هذا معتها نسمى استذياز زي نجب تقول معتها اللقائبة حدثه لي سمى استذياز من الحكم معتها اللعب كحسب الاستذياز يقول لي عنده روح اخرى وتقول لي يخرج على النتاق التركيز انت شفت الحاكم النهاردة اخطأ في حاجة انت حضرتك شفت الحاكم اخطأ لا 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 انا بصراحة انا نتكلم معاك على اللاعب على خدمة اللاعب ايش يحس انا كنتشوف المباراة كنتشوف المباراة المباراة معتها عادية مباراة معتها أجوة طيبة معتها تم روح رياضية كبيرة وبين الفريقين النظمين مثلا ما في ما فيش ما فيش ما فيش انتسيع بدني كبير وانا ضغط وانا شحن على اللاعبين انا بني شوف انا انا اللي شفت اليوم تم استهدار بعدها من من بعض اللاعبين ومفروض ما فيش دي بقى قصات كنتم دي مشكلات كنتم يعني كفريق تراجي لكن مش عايزين الأجواء في مباراة العودة يبقى فيها أجواء شحن لان انا روحت لتونس كتير وفاهم من الأجواء هناك تبقى ايه لا 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 انا اقولك شي انا هذه الأجواء متاع كل جمهور جمهور الزمالة كل جمهور التراجي جمهور التراجي ماتا حادي ما عنده شحنة معنوية براحتو في الملعب طبع منحق جمهور التراجي بشي تفاعل مع الفريق ويحب يرجع في النتيجة يحب ينتصر في مباراة العودة ومنحق أي جمهور في الملعب في الملعب تم روح رياسية تم روح قتالية في الملعب هذا منحق ما تدخلش على النتيجة الروحة رياسية ونحن لنا شعب ونحن نحب والله العظيم محترم يا كابتن خالد بدرة اتصدمت في التراجي؟ مجب أنا اليوم اتصدمت من المباراة السوبر ومن المباراة الزمالة في اليوم كالي الاثنين المبارتين كانت صعبة على التراجي المفروض يستوعب الدرس زي ما قلت من الأول المباراة الأولة من حزبنا فيها ثلاثة واحد المباراة العودة مجرعة في مصر إذن تم تركيز كل ما تم لعيدين أنا اللي حسين التركيز صار في الشاوط الأول في الشاوط الأول في الشاوط الثاني كان التراجي خارج الموضوع تمام طيب كابتن خالد الصحف التونسية بتقول إيه دلوقتي بعد الفوز وبعد الأعمال اللي حصلت من لعيب التراجي لحكم المباراة رضوان جيد والاعتراضات الكتيرة دي هل تأثر بيها السوشيال ميديا والإعلام التونسي؟ بكرة نسمع الأخبار الشهور في سيغ بكرة كل واحد والأقاول لدها هم الصحب التونسيين تعرف شافة المباراة وتعرف النقاط الضعف والنقاط القوة وننشوفه من انتصار اليوم تاندي الزمالك ونصاركوش متارجي بصراحة كان انتصار منطق وانتصار طريق قوي اليوم كما سنة الفارسة التارجي في الوضعي العبطار كان قوي انتصار على الرجل وعلى الويداد البيضاوي وانتصار على الأهلين بالروح التي تانية على اللائبين وعالم بحكة اللائبين وخبرة اللائبين اليوم التارجي الذي تونسي تنقصه خبرة اللائبين في الملعب يعرف كمي شي ينتصروا في المباراة اليوم الخبرة هي اللي كانت متفوقة للندي الزمالك بحكم الانتجام والمجموعة اللي مع بعض تلت الموسمين هذا كان يرشح اليوم الانتصار للمدين الزمالك انتظر مبروك للمدين الزمالك محبك تراجي في عالم مباراة العودة تراجي أيوه ده سؤالي ده سؤالي بقى في مباراة العودة بترشح مين من الفريقتين ان هو يصعد على حساب الآخر بعد ما شفت المستوات والله هي المباراة صعبة صح صعبة تراجي يعرف يلعب في دونس يعرف كيف ينتصر بحنكة اللاعبين للمدين الزمالك اليوم أظهروا اليوم وعنده فريق قوي وفريق عنده خبرة كبيرة نصعب بشي نتكاهر في المباراة هذه وإن شاء الله اللي يلعب أحسر هو اللي هو اللي يتعادل البر المسلمين بترشح مين ياخد البطولة دي كابتن خالت تاني تاني انت هكلمك بعد الماتش اللي جاي هكلمك بعد الماتش اللي جاي انت لازم تنورنا يا كابتن خالت لازم لما تنزل مصر اتشرفنا واتنورنا ان شاء الله نحن نتشرف بيك وبحوراتك وانت لعب كمير أنا كمان الله يحليكم وانتم أخواتنا وانشانا نتشوفوا منكم كان الخير وانتم من الفيديو انشانا نتشوفوا منك كان الخير بشكرة كابتن خالت بادرة طبعا